مبروك كمان لجمهور النادي الاهلي تلات نقاط غالية اداء اكتر من رائع سكور محترم جدا مع فريق بيقدم موسم كويس جدا في اول زهور لي فيه الدوري الممتاز لكن الاهم من ده الحقيقة مبروك طبعا على استعادة الصدارة مكانك الطبيعي واللي نتمنى ان شاء الله ان احنا نفنش السيزن وانا ما عنديش شك ان ان شاء الله باذن الله الاهلي هيفنش السيزن ده بطل لكن خلينا نتفق ان المطشاط اللي جاية كلها صعبة وان البطولة لم تحسن بعد رهاني على ايه؟ رهاني الحقيقة على جمهور النادي الاهلي ليه بقول كده؟ لانه ده توقيت ودور الجمهور اللي تعودنا عليه في بطولات كانت في اوقات كتيرة جدا شبه مستحيلة ما كانش فيه حد عائل ممكن يتخيل انه المشوار اللي اكلم حضراتكم عليه الاهلي قادر فيه انه يحسم لقب الدوري وقد كان وعملها الابطال افكر حضراتكم على سبيل مثال 95-96 متأخر بتامن نقاط عن الصدارة والمشوار كان في منتهى صعوبة والامل كان ضعيف لكن الرجالة قادروا يعملوها بفضل الحالة الحالة اللي خلقها الحالة اللي صنعها جمهور النادي الاهلي في التوقيت ده العب يا اهلي العب الدوري لسه في الملعب كل دي هتفات مطشاط دي يعني مطشاط الاهلي في الموسم ده كان الهتف ده واضح وصريح وكان ليه مفعول الصحة 96-97 نفس الحكاية والمرة دي كانت أصعب شوية انا فاكر تقريبا كنا متأخرين 13 نقطة تقريبا اوصل الفارق مع المتصدر في التوقيت ده 13 نقطة وكان الحقيقة يعني اكتر المتفائلين في جمهور النادي الاهلي ما يتوقعش وبنفس الطريقة قدر جمهور النادي الاهلي انه يصنع الحالة 2011 مع رجوع مانو الجوزيه متصريحات الشهيرة اللي قالها في مؤتمر الصحفي اللي بعتقد انه كتير من الاهلوية فاكرينه وحفظينه صم اتكلم فيها الحقيقة مع كل الفرق اللي بتشارك في الدوري واتكلم على انه الاهلي قادر على حسم البطولة وقد كان وقدر الاهلي يعمل مش هقول المعجزة لان الاهلي ما بيعرفش معجزات واجيال المختلفة في نادي الاهلي ما بتعرفش كلمة مستحيل احنا السنة دي مش بعيد فرطنا اه فرطنا لكن يبقى الحقيقة انه احنا قادرين مازلنا في اللحظة دي قادرين وبادينا مش بايد غيرنا ان احنا نحسم اللقب انا الحقيقة مستني واذا كنت بكلم الجيل الجديد اللي يمكن ما عاش او ما شافش البطولات دي وشاف الملحمة او عاش الملحمة اللي عملتها جمالين نادي الاهلي في الاواء في الاواءات دي يمكن وبالتأكيد فاكرين طبعا 2019 اللي برضو الحقيقة كان فيه كلام كتير على النادي الاهلي على مدار الموسم وكان فيه ناس بتقولك احنا خفين النادي الاهلي ينزل دوري الدرجة التانية والكلام اللي من النوع ده وقد كان وجمهور الاهلي كان ليه كلمة واضحة وصريحة اتقالت الاهلي الدوري في الجزيرة وقد كان الحقيقة وقدر نجوم النادي الاهلي ان هم يحسموا البطولة لصالح النادي الاهلي نبحث عن البطولة السادسة على التوالي والسادسة ان شاء الله يكون وص حلوة على النادي الاهلي وعلى جمهوره لكن زي ما قلت لحضراتكم بما ان احنا بنتكلم في السادسة وبما ان احنا بنتكلم على البطولة السادسة على التوالي وبما انه فاضل ست مطشاط فخلينا نتفق انه جمهور النادي الاهلي عليه مسؤولية كبيرة جدا في الفترة اللي جاية كل الدعم الفرع وقدرين ان احنا نكرر رحالات اللي احنا يعني افتكرناها مع حضراتكم على مدار تاريخ النادي الاهلي في ظروف أصعب كتير جدا من اللي احنا فيها أعتقد أنه عودة الدوليين اللي كانوا بيشاركوا مع المنتخب الأوليمبي هتكون بمثابة إضافة للفريق الحالة اللي ظهر عليها الفريق مبارح الحقيقة بتقول إنه مركز وعارف هدفه احنا ما بنشغلش باننا بأي حد غيرنا ما بنشغلش باننا بأي حد حوالينا في كل الأوقات وفي كل المباريات الكرة في ملعبنا وحسم اللقب في إيد لعبتنا إن شاء الله بإذن الله عندنا ست مطشاط نكسبهم 540 دي نحسمهم يبقى إن شاء الله بإذن الله الدوري في الجزيرة زي ما تعودنا دايما